السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا حطي مش عارف ايه ولا اي حاجة خالص هتمشي على المقادير دي بالظبط هيطلع معاك احلى بلح شام بكل سهولة حاجة سهلة وبسيطة في البيت واللي هيشوفه بالمنظر ده هيقولك انت شارية لان ده اللي حصل معايا لأ انت جايبها لأ اعمل لنا لأهتي المقادير بجد كان تحفى ما تنسيش تدعميني باللايك والشير وسبسكرايب وفعال الجرس عشان يوصل لك كل جديد لان فيديوهاتي بجد عن امانة وصدق وبكل تجربة وان شاء الله هتعجبك يلا بينا طيب انا هنا هحط مقدار كبايتين مية بالظبط كبايتين مية على حل على النار ونص كباية زبدة كبايتين المية نفس معيار كباية الدقيق نفس معيار كباية المية هي نفس الكباية اللي هاخد بها كل حاجة احط بها كل حاجة يبقى اتفقنا حطينا كبايتين مية في الحل على النار ونص كباية زبدة او نص كباية زيت براحتك خالص مجرد ما الزبدة ورشة ملح كباية عليها اول ما هتحطي كبايتين المية ونص كباية الزبدة وتسيح على النار كده وتبدأ ان هي تسيح طبعا نحطها بدرجة حرارة الغرفة فهتبدأ تسيح هحط معاها رشة ملح رشة بسيطة بالظبط زي كده وهبدأ ان انا نقلبهم مع بعض هكون مجاهزة عندي ثلاث كباية دقيق ثلاث كباية دقيق دول اللي انا هاجن بيهم بقى من غير بقى لا بيكينج بودر ولا حطي خل ولا معلقة خل ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده خالص هي ثلاث كباية دقيق على ازازة الفانيليا دي طبعا الفانيليا خطيرة طبعا هتحطي نص الازازة هي الازازة صغيرة يعني بس بصراحة روعة افضل من الاكياس تماما وتقلي بيها كويس معاهم ونيجي بقى على النار اول ما تبدأ تتيح خالص كده وتبدأ في الغلايان ايه اللي هيحصل طبعا ان تولا عليها النار اول ما تبدأ اني هتغلي تروحي نزلة بالدقيق والفانيليا بتاعتك عليها وبالمعلقة الخشبهات يا تقليب وتطفي النار طبعا طبعا بدأت اهل اول ما تبدأ تغلي ايه اللي بيحصل هبدأ انا انزل بالدقيق بتاعي وابدأ انزل الدقيق والفانيليا وقلب كويس كويس جدا لغاية لما يختفي تماما. طبعا كل ما بتعجيني اكتر يعني هو الافضل لو انت عندك عجان او حاجة ممكن تضربها ده يبقى زي الفل يعني لو عندك عجان هتكملي من اول الخطوة دي في العجن لغاية ما خلص خلص وانت بتعجيني بتحطي مقديرك بالعجان. انا مش عندي او ما استخدمتوش يعني عندي المضرب البيت فما ما عملتش به. فهبدأ ان انا عجن شوية واول ما بدي ايه يخطفي بيحصل ايه? هي سخنة طبعا هسيبها تبرد شوية. بردت بقى سيبها بتاع عشر دقايق ربع ساعة تبرد. بعد ما ايه دي تستحمل ان هي تمسكها هبدأ احنا قلنا تلت كوباية دقيق يبقى انا عايزة ست بيضات. كل كوباية ونص دقيق ليهم تلت بيضات. او اهي كل نص كوباية دقيق لها بيضة. فانا طبعا عاملة تلت كوبايات يبقى انا هحتاج ست بيضات. بكسر بيضة بيضة وبحط البيضة. بعجنها الاول مع مع بنزلها الاول. بعجنها لغاية لما تختفي وحط اللي بعدها. وهكذا التانية تختفي تختفي خالص ابدأ احط اللي بعدها لغاية لما حطيت الست بيضات خالص. وكل مرة وانا بعجن بعجن كويس جدا يعني عارك هتتعبي شوية في العجن ده لو بتعجيني في ايدك يعني بحس ان هو انا حسيت صراحة ان هو هدي ايدي في العجن وعصابي تعبت. اه والاعصابي الايد يعني مبقودش قادرة بصراحة. فبدأت بعد كده هست الصينية دي حطيتها على البتجاز لان الطاصة كانت عندي صغيرة. حطيت الصينية على البتجاز وزيت غزير اول ما يدوء. ولعت الطاصة على البتجاز وروحت حطيت العجنة بتاعتي في القمة. وبدأت ان انا احطه كده وطبعا ما حاولتش بخدر اللي كان مديقش عليه. عشان يطلع لي اه ينفش ويوسع لنفسه. وكل حاجة. لم يحتاج انتي بيجنج بودر ولا محتاجة خل ولا محتاجة اي حاجة كل اللي انتي محتاجة اه الكوباية مية وربع كوباية زبدة وكوباية ونص دقيق وفانيليا ورشة ملح وربع كوباية زبدة. هتضع في الكمية هتزودي. عايزة كوبايتين مية هتحص نص كوباية زبدة وست كوباية بيت وهكزا. وتسيبيه على نار هادية يعني بعد ما ينفش بقى كده تعلي النار بقى. وتوطي شوية انتي براح تكون تيوقف على النار انتي هتلاقيه بقى بنشف كده وبيخرفش. انا كنت حابة اواريكي لو ما عندي كيش قمعة وكده فكرة تاني انتي ممكن تعمليها بال. واو 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 يعني واو من بالامريكاني باللاتيني بالاسباني بكل حاجة مش قادر اقول لكم اللون والله اللون ده من غير التصوير ده من غير اي ادت ولا تأثير ولا اي حاجة. لون طبيعي طبيعي. وطبعا اللي اكلوا منه يشهدوا بالشكل ده. اللون زي طحفة من جوه مستوي خرفشة ناشف من برا وهش كده من جوه حاجة رهيبة. بجد هتدعيلي لما تجربي المقادير دي بنفط طحفة. العسل طبعا ما ننساش. لو انتي حابة تعملي العسل تقيل هتحطي اربع كبيات سكر على كبيتين مياه لمدة ربع ساعة على النار. انا بصراح لكم عشان كنت عاملة. اه عايزة خفيف ويفضل ان انا عملته خفيف اربع كبات سكر على ثلاث كبات مياه يغلو على النار لمدة ربع ساعة. بعد ربع ساعة بالزبط تروحي عصره نص لامونة وسنة فانيليا معاه. وتلات دقايق وطف في النار. وتاكلي وتحطيه بقى في العسل يدوب. اه خمسة كده يعني ما تسيبهوش قوي يعني يدوب بتبليه وتطلعي. عشان ما يمشرفش عسل كتير ويبقى عمل زي السقفينج معاك. لكن بصراحة يا جماعة انا مش قادر اقول لكم يعني انا انا عايزة كل يوم اعمل بلح شام. تحفة تحفة تحفة. انا سافت ما بطلع ما بحطه في المطبخ وبقى بدخل القوضة بطلع مش بلقيه. ان شاء الله يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها. في انتظار تعليقاتكم اللي جربوها يقولولي واللي يبعتولي على الفيسبوك كمان يقولولي. ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتفعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تحياتي ليكم والكل اللي امتابعيني من اي مكان بحبكم جدا وربنا يبرك فينا وفيكم يا ربي جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي قناة محمد عليها.